للمزيد ينضم إلينا من القاهرة أحمد كامل بحيري البحث في مركز الأهرام للدراسات مرحبا بك أستاذ أحمد هذه الحالة من عدم التصديق ووصف هذا القرار أو هذه المطالبة من المدعي العام بالكارثة والكارثة ذات الأبعاد التاريخية الرغبة من نتنياهو في جمع التوقيع الرغبة في عقد جلسة للكونغرس بإدانة هذه المطالبات كيف تتابعها وما التأثيرها أيضا؟ المتابعة هو أن ما جاء من قرار نتنياه أو المطالبات أو حتى التصريحات المختلفة التي خرجت من قيادات في الحكومة دولة الاحتلال سواء من مجلس الحرب أو من حكومة المجتمعة برفض هذا الأمر ووصولا إلى المطالبة للواتح الأمريكية للتحرك والضغط على هذا الأمر وتحرك مجموعة من أعضاء الكونغرس المحسوبين على الحزب الجمهوري بتقديم مشروع قضون لفرض عقوبات على المدع العام وعلى قضاء من المحكمة الجنائية هو استكمال لما يسمى بإنتهاء أو إنتهاء القيم التي كان يتحدث عليها المجتمع الغرب حول احترام حرية القضاء عندما نتحدث الآن عن المؤسسة التشريعية الأولى في الواتح الأمريكية تقوم بإصدار مشروع يفرض عقوبات على قضاء لمجرد أنهم يتحركون وفقا للقانون الدولي والمواصيق الدولية في مذكرة اتهام اتجاه قيادات من دولة الاحتلال هو ضرب بشكل أساسي هو استكمال لضرب ما يسمى بالترامب القضاء بشكل كبير الجزء الآخر أن نتنياهو يعلم أن هذه المذكرة وإن كانت بزاة طابع معناوي أقصر منه تنفيذي لأنه لن يتم تنفيذ هذا الأمر حتى في إصدار المحكمة لهذه المذكرة لأنها تحتاج إلى أدوات تنفيذ ولها علاقة بقدرة على عملية التنفيذ بشكل أساس وهي ما يمكن أن تمنعه الواتح الأمريكية والكثير من الدول الغربية إلا أنه يسعى أيضا لمزيد من إعلان القوة أمام الجميع بما فيها زي ما حدث أمام المحكمة العدل الدولية يريد الآن هو المواجهة مع المحكمة الجنائية فيعلن الجميع أن هذه الدولة لن تحترم أي قرارة تخرج عن جهات قضائية دولية أو حتى احترام للمواصيق الأمم المتحدة وأن الحكومة دولة الاحتلال ونيتانيهو سيفعل كل ما يمكن أن يفعله بناء على رؤيته الخاصة وصل هذا الأمر في جزء الأخير وصل هذا الأمر أن وزير الدفاع البريطاني تحدث بشكل أساسي منذ قليل حوالي استمرار الدعم والدفاع عن إسرائيل بغض النظر عن الأشخاص وهي نقطة أيضا تضافع حوالي الدعم المطلق من جانب العديد من الدول العالم على أسلوات الأمريكية وبريطانيا لاتجاه دولة الاحتلال سواء من يتانيه أو من ريرينتيهو لهذا المنهج المتبع من 48 حتى هذه اللحظة طيب دعني أذهب للنقطة المتعلقة بالأدوات التي لابد أو تحتاجها الجنائية الدولية لإصدار متهادي المذكرة وذكرت في سياقها مسألة الولايات المتحدة ما سلطة الولايات المتحدة للضغط في هذا الشأن أستاذ أحمد خصوصا ولعل اكتبعت في الأيام السابقة عندما طرحت فكرة مذكرة اعتقال أصلا كان هناك تهديدات واضحة ومباشرة من جمهوريين للجنائية الدولية صحيح بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نعم تمتلك تمتلك كثير تمتلك بما فيها امتلك وقف الحرب على فكرة يعني هي قادرة على وقف الحرب تمتلك كما هدلت الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة بمنع التمويل الدولة الأكبر في التمويل للأمم المتحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية فيمكن أن تقف وهدلت ولا وحد بأنها ستقوم بإيقاف التمويل والدعم للأمم المتحدة مما أكبرت الأمم المتحدة على تغيير كثير من المواقف لصالح الولايات المتحدة الأمريكية إنها يمكن أن تقوم بمنع التمويل عن كثير من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة جزء منها بعض المحاكم الدولية كما هو موجود الآن أو تقوم بفرض عقوبات بالفعل بتهديد بفرض عقوبات على بعض القضاء مما تضغط على قضاء المحكمة بعدم الخروج بالمذكرة أو بتنفيذها أو حتى تقوم بالضغط على بعض الدول التي يمكن أن تنفيذ هذا الأمر بمعنى إذا نيتانياهو أو أي حد تصدر له مذكرة اعتقال فعلى الدول الموقع على المحكمة الجنائية على مذكرة الانضمام المحكمة الجنائية عندما يقوم هذا المسؤول بزيارة هذه الدولة تقوم الدولة بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة لكن أعتقد أنه ده لن يحدث أنه تمتلك المتحدة الأمريكية من الأدوات للضغط على كثير من الدول العالم أن يكون هناك نيتانياهو في الزيارة الرسمية لأحدى الدول الموقع على الاتفاق ولا تقوم بهذا الإجراء ومن ذلك ده يؤكد للمرة المليون بأن الوسائل الأمريكية هي بالفعل ليست لديها مشكلة فيما يحدث في غزة هي لديها مشكلة في تكتيكاتها وليست في استراتيجيتها هي تتفق مع الرؤية لقيارات دولة الاحتلال في كثير من النقاط مما يحدث الإشكالة لديها هو آلية كيف يتم القتل يعني كيف يتم القتل مدني هل هو بشكل واسع؟ هل بشكل دية؟ هل يتم الابتياح بشكل محدود؟ لا بشكل واسع فالخلاف هنا خلاف في التكتيكات ما بين الوطحة الأمريكية وإسرائيل وليس خلافا في الاستراتيجيات والرؤى ما بين الطرفين ومن سمى هذا الأمر يؤكد أيضا لأن الخط الأول أو ما يسمى بالخط الأحمر بالنسبة للوطحة الأمريكية هو أمن إسرائيل وليس المدنيين من هذه الجزئية سأنطلق معك في الفرضية بيطرحها البعض الآن لعلك تبعت التصرحات الأخيرة لبيني جانس والتهديد والتلويح بالاستقالة ومن المعروف أنه فيه ثوافقات معينة بينه وبين واشنطن يعني ضد رغبة نتانياهو أو ضد رغبة اليمين المتطرف في إسرائيل هل تعتقد ستكون ثمت صفقة ما مثلا أو حديث ما أو توافق ما بين الطرفين للإطاحة بنتانياهو ككبش فداء مثلا لحماية إسرائيل خليها بس نوعظ أنت حديث أكيد طلعت على التمن نقاط اللي أعلى لهم مطلبة يعني مطالبة بإعلام نتانياهو ما هي النقاط الإشكالية ما بينها وبين ما يعنونه نتانياهو أبرز نقطة هي إدارة القطاع صحيح صحيح وحتى هذه اللحظة نتانياهو لم يعلم بشكل مباشر سواء في مجلس الحرب أو عامة عن الخطة التي يتبع كلها محاولات لجس النبض من أول شركات أمريكية لإدارة المعابر خاصة المعابر رفح من الجانب الفلسطيني أو المطالبة ببعض الدول العربية نهاية تقوم بالدور أمني فترد عليه الإمارات في رسالة شديدة النهجة بأن هذا الأمر غير مقبول يعني كل ما يطرح هو محاولة جس النبض لكن ما ترح في المذكرة هو ترح أن القضاء على الحماس ترح تحرير الأسرة منها هي نفس المطالبة التي أعلن نتانياهو الأزمة في هذه النقطة أن الفرق في هذا الأمر هو لها علاقة بالحسابات الداخلية داخل دولة الاحتلال الطرف الذي يضغط الآن جزء منه يشعر وخصصا بعض الأطراف المحسوبة على المؤسسة العسكرية تشعر بأن هناك أزمة وفجوة كبيرة ما بين القرار السياسي وبين القرار العسكري وأن استمرار الوضع بالتدخل العسكري بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من القتلى في صفح قوات الاحتلال وهو ما يحدث في معركة مخيم جبالي على سبيل المثال مما يكون هناك رد فعل وتتحمله المسئولية إضافية إضافة لما حدث في 7 أكتوبر على القيادات العسكرية فجزء من الأمر جزء الأقل علاقة بحسابات ما بعد لتنياهو لتنياهو يعلم بأنه هو بغض النظر عن إطالة الأمد أم قصر الأمد في عملية الحرب هو سفيخرج من هذه الحكومة ومن ثم سيكون هناك ترتيب أو مشهد جديد للوضع القوى السياسية داخل دولة الاحتلال لما بعد لتنياهو فالجميع يلعب بهذا الكارت للبحث عن مزيد من المكاسب بعض الأطراف تقوم بمكاسب من أسر الأسرة من المهجرين من الشمال من المناطق الشمالية نتيجة المعارف في الشمال والضرف الآخر يلعب على يمين المتطرف والمستوطنين فكل طرف بيحشد في الداخل هناك الطرف المقادر المزاقرة هو الأقرب لواشنطن نعم ولكن ليس أيضا كما قلت منذ قليل أن ليس هناك تناقض جوهري ما بين واشنطن وتل قبيل ولكن التناقض هو تناقض تيك تيكي هو نفس الأمر التناقض ما بين الطرفي داخل مجلس الحرب والحكومة هو تناقض تيك تيكي وليس تناقض له علاقة بالاستراتيجية العامة اشتركوا في القناة